السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واتبعه الذين موفين بالله أحده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صدق الله مولان العظيم ونبي ذرٍ رضي الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من أنقه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن من لحوظ إن الدين عند الله الإسلام فمما يزداد فينا عجبا ويكون فينا دهشا على أن الإسلام واحد والإله واحد والرسول لآخر الزمان واحد والكتاب واحد والسنة واحد فما التوجيه الضرفية باختلاف المذاهب دعنا نمر إليها شرح الله سبحانه وتعالى كل الأمور التي تتعلق بالمبعد والمعاد في قلامه أي القرآن والذي يستفيذ به الإنسان حظرا وصفرا أي في كل حله وترحاله بأنه منزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم عبر الآيات فمن هنا بيّن لحبيب صلى الله عليه وسلم الآيات القرآنية التي تضل به في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس فمن هنا أخذ الأصحاب العمال والعلوم كلها بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أخذ التابعون ومنهم طابع الطابعين ثم واحد تلو آخر كما حصلنا العمال والعلوم كلها في هذه الأصر الراهن بهذه السلسلة فهذا طريقة العلوم السلسلية فعلينا أن نعرف هذه السلسلة ومن معروف لدينا وهذا كلهم بتصديق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال الله الحبيب صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك لا يمكن وليس في الإمكان على الإنسان أن يعرف معرفة العاية القرآنية محاضياً إلا على المجتهدين الفقاهة الذين بذلوا كصارى جهده في هذه الشعار ولا يجوز لنا أن نعرفها لأن الإنسان على عدم معرفة الأحاديث النبوية فبينما هو كذلك علينا أن نعرف عندما بين الهبيب صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية والعلوم كلها خاصة خاصة قصداً لتكون كل العامال والأحكام سهلة لأمته كما عالن به سبحانه وتعالى في الكرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينا ونسب لنا فاختلقت الآراء الألماء في مسائل الفقهية الفرؤية حتى صارت المذاهب الأربع وهذا سببها فمنهم العئمة الأربع الإمام نعمان أبو حنيفة الكوفي رضي الله والإمام مالك بن أنس رضي الله والإمام محمد بن إدريس الشافي رضي الله والإمام أحمد بن هنبل رضي الله وكان شأنهم شأنهم لإجتهاد جمع القرآن والاستنبات الأحكام الدينية الشرعية من القرآن والسنة حتى كرس نفسهم ونفيسه وركز نظرهم ونظيره إلى طلب العلم وعيضاً وانقطع فيها انقطاعاً تاماً هدفاً وقصداً لإيقامة والانتشار والإثبات هذه الدين في أنحاء العالم فعلينا أن نتبع بأهد المذاهب الأر وعلاوة عن ذلك حسماً لا يجوز على الإنسان أن يأخذ بأخذ الرخصة من المسائل بين هذه المذاهب الأربع كما صرح به الأئمة في كتب كثير بأنه يقول تتبع رخصة وعيضاً لا يجوز لنا أن نأخذ غير هذه الأربع كما صرح به الأئمة لأنه يكون مخالف الإجماء حتى يؤدي إلى أبطال أعمالهم فعصارة الكلام ينبغي ألينا أن نعرف أولاً هذه الطريق ونتبعهم بأعين الاعتبار ونتبعهم بكل ما جع علينا وعيضاً علينا أن نأخذ هذا لأن نصير ما صيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا طريق الهبيب صلى الله عليه وسلم وقصد الهبيب صلى الله عليه وسلم فإذن علينا أن نأخذ بأحد المذاهب الأربع أختم خلامي هذا مع عصيد الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة